السلام عليكم و مرحبا بكم في فيديو جديد بسم الله و السلام و على رسول الله صلى الله عليه وسلم و صلو عليه اجمعين و صفتنا لنهار اليوم كما راكوا تشوفوا فطيرة او خبزة مالحة محشية تخرج ولا اروع بنينا بنينا بالبزاف و صدقوني لجربتها مرة ما غاديش تخطاكم و بلا ما نطول عليكم بزاف نبدأ في المقادر على بركة الله المقادر تالعجينة عندي ملعقة صغيرة سكر 2 ملاعق صغيرة خميرة فورية كأس دافئ من الحليب حجم 220 مليلتر و ملعقة صغيرة من الملح و 2 ملاعق كبيرة من الزيت حطيتهم كامل في هذا الخلاط كما راكوا تشوفوا و نضيف الفارينة تدريجيا تقدروا تخلطوا غير بيديكم تلموا العجينة ولا تستعملوا الخلاط يعني كما هذا الباتور يعني تبقى لكم على حسب الرغبة المهم العجينة اللي تكون في الاخير يعني العجينة اللي تتحصلوا عليها لازم تكون متماسكة و طرية في نفس الوقت إذا هنا راني نضيف الفارينة بالتدريج وهذه هي العجينة لازم تدلكوها يعني لا درتوها بيديكم لميتوها بيديكم تدلكوها حوالي 5 إلى 8 دقائق لا أكتر وتلموها هنا يحطيتها في الصحن درت كمياة قليلة من الزيت فورها بهذا الشكل و نغطيها و نخليها تختمر حتى يضعف الحجم تحتها تماما بما أنه فصل الشتاء والجورة و تتحصل الشتاء والشتاء والشجورة والشتاء والمكلاة على النار قليلة درت كمية من الزيت بعد ما استخنات هذه الزيت درت كمية قليلة من الزيت درت كمية من الزيت لحم صدر الدجاج قطعتها بشكل مربعات صغيرة تقدروا ما بديروا اللحم المفروم تعد الدجاج ولا تعد الخروف يعني يبقى ليكم على حسب الرغبة نضيف النار متوسطة و نقليه قليلا يعني صدقوني هذه الحشوار تخرج بنينا بل بزاف و اقتصادية يعني الكمية للحم دي وغير قليلا كما شفته نقليه مليح نغطيه بعدما تقللي للحم شوية واحد تقائق معدودة نضيف لها بقي المكونات نصف حبه من البصلة تكون متوسطة والحبه صغيره من البصلة قطعتها بهذا الشكل مع حبه صغيره من الجازر سكرفجتها بهذا الشكل نغطيه و نخليه حتى تدبال هذه البصلة مع الزرودية نضيف لها الفلفل ألوان الفلفل الأحمر و الأخضر نضيف فقط نصف حبه كبيره نصف حبه صغيره حمره و وحده خضره هنا كذلك ضفت حبه من طماطم متوسطة قطعتها بهذا الشكل مع ملعقة صغيرة من الملح الملح يبقى على حسب الضوغ أكيد و الفلفل الأسود الفلفل الأحمر و الكوركم كذلك توابل تبقى على حسب الرغبة نحرك كامل هذه المكونات مع بعض بعد قليتهم ملح نضيف نصف كأس من الماء و نغطي عليها و نخليها تتشرب هذا السوس نغطي عليها بشرب ملح و تنشف في الأول نغطي عليها باش يزد يطب لي هذا اللحم مع هذيك السوس و مبعدها نفتح عليها الغيطاء باش تزد تنشف لي في هذه الأثناء قديت العجينة و أهبط لها الخمورية و نقسمها على اثنين يعني لازم العجينة تخليوها تختمر جيدا أنا فقط موريت لكمش المقطع يعني مباشرة نهبط لها الخميرة و قلعتها و قسمتها على كريتان بهذه الطريقة يكونوا نفس المقاس تقريبا و نفتحهم بالحلال كمية قليلة من الفرينة على سطح العمل و غير بالعقل نفتحهم اذا هنا بعد ما فتحتها في هذه السومك كما راكوا تشوفوا قلبتها في هذا الحلال و نضعها في هذه السنوة كنت دهنتها بالزيت و رشيتها شوية بالفرينة و نضعها في الواسط بهذه الطريقة يعني ما تكون شغلة بزاف في طبقة العجين و ما تكون شغلة بزاف باش الخبزة ما تجينش معجنة يعني ما تجينش فيها البابة بزاف يعني فتحوا العجينة تاعكم شوية هنا حطيت الحشو في الواسط كما راكوا تشوفوا الحشو نشفته تماما نضعها في الواسط و في الجوادة نضع حوالي 1 و 1.5 سنتيم و لا 2 سنتيم باش نغلق الخبزة فيما بعد هنا استعملت هاد الفرماج الخاص بالبيتزا هذا يخرج بنين بالبزاف للمعجنات و البيتزا و كذلك القراتان و حتى السعر متاعه يعني معقول اذا هنا نضبر البشرة كامل على فوق الحشو تقدروا تديروا الفرماج اللي يكون عندكم ولا على حسب الرغبة اذا نخلص نواع على جنب و نزيد نفتح هاد الخبزة التانية نفتحها تكون بنفس القياس الخبزة الأولى هنا كما ركوا تشوفوا افتحتها بصم كرقيق بها الطريقة يعني استعنت بهذا الحلال كما شفتوا الطريقة باش ترفضوا القطعة او ترفضوا الدائرة تلكمتها العجين باسهل طريقة و اضطتها مباشرة فوق الحشو و هنا في الأطراف نحاول نلوي بهذا الشكل يعني نلوي هادك العجين تديروا هادك القطعة التحتية على العجين و تطلعوها فوق العجين فوق القطعة او الدائرة الفوقية على العجين و تلويوا بهذا الطريقة و تضغطوا جيدا باش كتدخلوا هاد طيب ما تفتح لكمش الخبزة في الأطراف يعني لازم تضغطوا جيدا باش يلصق العجين او يحكم العجين مع بعضياته بهذا الطريقة بهذا الشكل لازم تضغطوا جيدا و في هاد الأثناء يعني مباشرة نزينها من فوق و ندخلها للفرن يكون ساخن اذا هنا يا عندي حبة على البيض و ضفت لها كمية قليلة نتاع الحليب خلطهم ملاح و ندهن الخبزة من الفرن ندهنها جيدا و كما قلت لكم سبقا الفرن كنت شعلته مسبقا يسخن شعلته من الأسفل فقط ندهن الخبزة و تتحملها من الأسفل نطفع لها من الأسفل و نشعلها من فوق باش تأخذ هذا اللون الأحمر الشباب هنا ندهن طقابات بسكين لازم هاد الخطوة باش هاد الهواء يخرج فيما بعد و ما تنتفخش بزاف هذه الخبزة و ننحط او نزين بحبة زيتون هنا يتبقى اختيارية تقدروا مباشرة غير تدهنها بالبيض و تديروا لها واحدة رشة خفيفة 20 جلان و تدخلوها للفرن يعني مباشرة و لتبقى تزيد الدكوري كما هكا يعني تبقى على حسب الرغبة هنا ندير الفلفل أحمر كسيتها بهذا الشكل يعني التزيين يبقى على حسب الرغبة و نزيد قطع من شرائح الفلفل الأخضر و يعني كما تعرفوا العين تأكل قبل ما يأكل الفم يعني خرجت ما شاء الله هنا يضفت كمية قليلة من الججلان و دخلتها للفرن بعد ما طبط لي هذا هو الشكل النهائي التاحة تخرج بنينا بل بزاف و ريحت هارها ما شاء الله و خفيفة خفيفة نتمنى اللي بنا تجربوها و تعجبكم ما تنسونيش تحطوا لي في التعليقات و لايك إذا أعجبكم الفيديو و إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله